لكن الفوز بالربعية دي ما كانش النتيجة الأكبر الأهل فاز في الموسمين دول تلات مرات بالخمسة على نادي المختلط كانت البداية يوم 8 يناير 1937 في دور منطقة القاهرة وفاز الأهل على المختلط خمسة واحد أحرز أهداف الأهل مصطفى علواني وكان لقبه القسار ومصطفى علواني يبقى أبو الدكتور عمر علواني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للكرة الطائرة سابقا ويبقى مين كمان جد راني علواني اللي هي بنت الدكتور عمر علواني والليها سبحت الأهل الكبيرة وكانت عضو مجلس إدارة الأهل مصطفى علواني سجل هدفين وسجل عبد الكريم سقر تلات أهداف وسجل هدف المختلط مصطفى كامل طاها ومصطفى كامل طاها كان لاعب سابق في الأهل الخماسية التانية كانت في دور التمانية لبطولة كاس مصر في نفس الموسم 1936-37 ودي جد بعد إعادة المباراة مرتين المباراة الأولى كانت يوم 30 إبريل سنة 1937 وتعادل الفرقين بهدف لكل منهما أحرز للأهل أحرز للأهل عبد الكريم سقر وللمختلط مصطفى كامل طاها اتعادت المباراة يوم 14 مايو 1937 والفرقتين اتعادلوا تاني اتنين اتنين أحرز للأهل لبيب محمود وعبد الكريم سقر وأحرز للمختلط محمد حسن حلمي ومصطفى كامل طاها عشان المباراة تتعاد يوم 30 مايو 1937 ويفوز الأهل 5 صفر أحرز عبد الكريم صار تلت أهداف وهدف لكل من لبيب محمود وحسين حمدي الخماسية التالتة كانت في دور القاهرة موسم 37-38 المباراة لعبت يوم 25 فبراير 1938 وانتهد بفوز الأهلي 5 واحد أحرز للأهلي عبد المجيد العشري هدفين وهدف لكل من صالح الصواف وجميل صابر ومختار التتش تلت خماسيات تاريخية فاز بها الأهلي على المختلط وبالمناسبة الخماسية الرابعة كانت في موسم 2021 2021 2022 لما فز الأهلي على الزمالك 5-3 وللتاريخ لم يفز الزمالك على الأهلي أبداً بخماسية خلال خلال الـ 12 مباراة اللي تلعبوا بين الفريقين أحرز لعبه الأهلي 27 هدف وأحرز لعبه المختلط 13 هدف بس كان هدف الدربة في البوسمين عبد الكريم صار وأحرز 9 أهداف وصالح الصواف أحرز 5 أهداف وللمختلط كان الهدف مصطفى كامل طه وأحرز 5 أهداف ترجمة نانسي قنقر